السلام عليكم ورحمة الله اولا فون تعرفون على أن يعني الصون أن أن عندما أسألة إن distend Director وإنما نت Qatar وعندما نتظر الصون دامير غير معروف أو غير موساما أو pronoms personnels les pronoms personnels همون دامير شاره همون ج, ت, إل, نو, جو, إل donc هم يحيق المنطقة دامير غير معروف أو pronoms personnels داخل كيه تو رملاسه فار آن أُترى نمو مو مكين عوضو هعنياد هون مو مكين عوضو هب أحد البرون آخر أُو أحد دامير آخر فا مو مكين عوضو هب إل وبيان آل فهذا أن إلي عندي في جملة كيمكن ينعودها بإل وبيان آل والجملة كتبقى صحيحة داكو فأن كنستعملها غالبا إلا ما عرفتش شكل يقام بالفعل يعني عندي شي فعل ما عرفش شكل يقام به فكنستعمل أن وأيضاً كنستعملوها إلا بغيت نتكلم على مجموعة من الأشخاص يعني نو كنعودها بأن إلا بنتكلم على شي شخص لي وغير معروف فكنستعمل أن وأيضاً يبين تكلم على مجموعة الأشخاص فهنستعمل أن عواد نو فأما رنرم بلاسيها بار إل ونو و بار أن نو سيجي ممكن نعودها بشي إسم فمثلاً فممكن نعودها بأحمد، بعالي، بصارة داكو داكو ممكن نعودها فغادي نشوفوا لازأكزمبل أو أمتي له وغادي نشوفوا الإكزرسيز وغادي نشوفوا ممزيان أن فدبا رتبال لكم شوية معقدة ولكن من بعد راتف المزيان فلاناً أَن وَنُّشُجُّرُ سُجَدَ فَي يُّعُّرُتَ أَنَنُّهَرُوا الْيُعُّرُةَ دُوَى دُوَى سَنْهُرُوا فَا أَنْ دائِمَا لُوَرَبُ كِيَ كُنْمُرَهَا كِيَ كُنْمْ كُنْجُگه فَيُّى ذَوَى أَنْتِمْ كُنْجُگه وِيَلُوا أنت شوفوا أجزمب لجلتما أجزمب أَنَتَي أَنْوَا عَلَا بِسِينَ طُّوا يَجُور أَنَتَي في الصيف أَنْوَا عَلَا بِسِينَ طُوا يَجُور في الصيف نذهب إلى المسبح كل يوم أو في الصيف يذهب يعني هو أو إِل يذهب إلى المسبح كل يوم أو ممكن نقول أَنَتَي يعني نطلعش إسم اللي هوب كان أحمد ان اتي احمد va à la piscine tous les jours donc هاد ان ممكن عودها بيل ممكن عودها بأل ممكن عودها بشي اسم وكذبقا صحيحا donc ان اتي il va à la piscine tous les jours d'accord هناك لنا ان est toujours sujet d'un verbe qui doit s'écrire la troisième persan du singulier فاكيش سجنا يا دائمان le verbe لكي كون مورا ان qui كون conjugه la troisième persan du singulier on va donc فهذا va هي le verbe aller فاقلنا je vais tu va il va donc on on va داكور 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 قلنا هي pronome indifini يعني واحد دامير اللي ما معروفش أو دامير شخصي اللي ممكن نعوده بيل أو نعوده بشي اسم داكور وهذا ان كان ستعمل هاي اللي بنتكلم على شي شخص فعل شي حاجة وانا ما كنعرفوش أو اللي بنتكلم على مجموعة من الأشخاص فكن ستعمل on بالنسبة on الخرار اللي هي ont فان نكري on quand il ستعمل du verbe أو de l'auxiliaire avoir donc هاد он هي le verbe وبي l'auxiliaire avoir فكيف تعرفوك سابقا تعرفنا على le verbe avoir وقلنا أن صرفنا تعرف وكالتالي ج توا إلا نوز وز 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 هاد он هي le verbe وبي l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du pluriel أو présent في présent donc في حدر أو présent de l'indicatif وز 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 ل نحن conjugué ل troisième person du pluriel يمكن أيضًا conjugué ل وز 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 إلا فخاز راست correct فهد он إلا عود ذهاب avec يخص لفخاز تبقى correct داخل إلا بقات لفخاز correct فهد он حطينا في المحص صحيح ديال إلا نتو مثل الز 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 يعني التلاميذ المتفوقين المجتهدين عندهم أو لديهم لديهم مكافأة الز هنا استعملنا ONT لماذا لأنه هنا نجي الز الف يعني هناك عضل ي إ الز الف ما ه لديهم يعني هذا فعل وبيان auxiliaire avoir يعني لديهم مكافأة فهنا إلا عودنا هاد ON ب-AV خص الفخاز تبقى صحيحة لذ الفخاز بريان AV د ريكم بقى صحيحة فدائما إلا ما عرفتش عندي الفخاز وما عرفتش وش نستعمل ON اللي فيها ON بيا ON اللي فيها ON فنعودها ب-AV إلا بقات الفخاز إلا فقلنا إلا عندي فخاز وعندي فيها ON فأما غنستعمل ON لأما غنستعمل ON ت فإلا استعملت ON كي خصني نعودها ب-IL وبين L وتكون الفخاز صحيحة دوك كيف قلنا ON ت ON va a la PC شك جوري يعني عودنا ب-IL بقات الفخاز صحيحة ON T il va la PC شك جوري وبين ON T el va la PC شك جوري دوك هنا يجب أن نعودها ب-IL وبيين ألي تبقى صحيحة سينو سنعودها ب-SHINON أو إسم يعني مهار سنقول علي ON T علي va la PC شك جوري وكي يجب أن الفخاز تبقى correct أو صحيحة دوك سينو إلا عودت الفخاز ب-IL وكانت إلا استعملت ON T كي خصص نعودها سوى ب-AVE ف-AVE هو لذلك وفر ب-Avoir في LAM PARFET يعني إلا V مصرف مع إل يعني AVE هده LAM PARFET و خصص الفخاز تبقى correct أو صحيحة سينو نعودها ب-ORON فهنا ORON هو لذلك ف-AVE في feature في مستقبل إلا وكي خصص الفخاز تبقى صحيحة دون هنا ON كنعودها سوى ب-AVE سوى ب-ORON أو لذلك خصص تبقى صحيحة سينو إلا ما كانش لذلك صحيحة فريح سنستعمل ON اللي هي ON انتمنوا يكون واضح لكم بالنسبة هنا ON فدائما كاتكون قبل مليو وهاد اللي كي كون تبعها كي كون مصرف مع 3 صحيحة صحيحة يعني كي كون صرف دائما بحالة صرفنا مع IL مثلا ON SE ON MANGE ON REGARD يعني بحالة صرفنا مع IL داكور وبنسبة الانسة كيف قلنا هي الورب وبيان l'auxiliar avoir انتمنى يكون واضح لكم الآن مرة نشوف دائز اجزمبل او امتي لا باش تفهموا مزيان فالأجزمبل الاول فهنا استعملت ON وقلنا دائما ON كي كون مرة VERB ON كي كون تبعا ان VERB وهد ال VERB كي كون نكون جوجه مع 300 person du sanguin يعني قلنا بحالة كن جوجه مع IL فهد ON كتعود ليا IL فقلنا دائما إلا وقتنا عرف اش لفخاز CORRECT مع ON أو لا فغنعود ها ب وغنقل إلا بيت إن جراند فيل لفخاز CORRECT أو نعود بشنون مثلا سارا سارا أبيت إن جراند فيل لفخاز CORRECT وقلنا أيضا أن ON ممكن استعملها لابنعبر لمجموعة الأشخاص فأنا بيت إن جراند فيل فممكن نقول نعيش أو نحن نعيش في مدينة كبيرة أو هو يعيش في مدينة كبيرة أو سارا تعيش في مدينة كبيرة donc هنا لفخاز ستعمل معها ON داخل لفخاز الثانية إِل إِل نون ني خيان ني غن إِل نون ني خيان ني غن فهنا استعملت ONT طبع لحال لأنه عندي إِل إِل سنغمال ستكون تابعها ON اللي هيا ONT اللي هيا لفخاز وبيان لفخاز أفور فهيا لإسال دايهم لا قلم ولا ممحات إِل نون ني خيان ني غم داخل هنا ستعمل نا لأنه عندي إِل و باش نعرف لفخاز وش correct ولم ش correct فان ران عود هب اَو إِل نا او ني خيان ني غم و لفخاز بقات صحيحة داخل نمرو لجوم لالتالي تا ان نریکولت ك سك لان نسمي ان نریکولت ك سك لان نسمي فهنا ستعملنا ان لأنه تبايت لحال موراها ان verب و هاد لver بخانجي ثوزيان برسان دي سي و ايبان إلا عود نعود بإل او بشي اس فهنا تبقى لفخاز correct فهنا نقول إل إل نریکولت ك سك لان سمي او سارة نریکولت ك سك او بيان اما نقول سك سارة سمي او بش من يكون جاندي تكرار نقول ك سك لان سمي او فهنا نسمي لان فهنا نسمي لك نسمي لان مورا نشوف اجرسيس او تمرين بش تفهمو مزيان لان ديخيران دونك رملاس لان بار او ان فهنا هد لان رملاس هم بار ان لان او بیا ان لان تود دابور نقرر هد لفراز او او اخفو لفرز او او بيجز لان ان رجع باش نسحر هم فازوا بالمباراة يعني هنا غنقول هم فازوا بالمباراة لأنه عندي لverب غاني دائماً كنستعملوا معاه لكسيار لكشي باش تعمل هنا يوسي أنه عندي فالآن غادي باش نتأكد أنه هاد ان يلي صحيحة فغنعودها بـ إلا في غانيه لماتش دونك لفرازه إلا في غانيه لماتش حيحة دونك لفرازه إلا في غانيه لماتش لفراز تانيه ان سريني تخيطو فهنا معرفش اشغانستعملوا ان ليه يا او ان وبيان ان ليه يا ان فان سريني تخيطو فهنا عندي لفر ليه هو مترف مع troisième person دائماً لعندي مكون جوغي مع 30% دو سنجلي قبل منه كتكون ان اللي هي ان فان دائماً كتبعه مكون جوغي مع 30% دو سنجلي ان سريني تخيطو يعني نستيقضو باكراً جداً يعني هنا عندي ان استعملت ان فهذا ان سنعودها بيل باش نشوف اش الافخاز الصحيحة ال سريني تخيطو لابخاز الصحيحة يعني هو يستيقضو باكراً ممكن نعودها بش اسم مثلاً علي علي سريني تخيطو يعني علي يستيقضو باكراً فالجملة الصحيحة فهنا سنستعملو ان وهي ان داكور الفخاز الثالث نوف وزن جيران نوف وزن التي عودت لها إل فهذا نوف وزن لها إل إل تا البلغير فهنا عندي نوف وزن جيران يعني يكون تبع يلغive جيران ملهم يعني يعني جيران يعودها إل هنت تعمل ان لي اوت النوف وزن بحية قلة إن دَكَوْرَ أَنْ تَوَا فِي يعني جيران هنا لديهم تلات فتايت يعني هنا سيكون مَرْبَ مَشِي مَرْنَوْمَ دَكَوْرَ فَهْنَا رَنْعُودْ أَنْبَ بَاش نشوك لَا فراز وَاش تحيح نووازن اَنْ تَوَا فِي donc la phrase est correct فهنَا رَنْسَامل لَوَرْبَ وَبِيَنْ لَوَبْسِلِيَرْ أَوَرَ أَنْ دوَا إِكُوتَ لَا فَيْنَا رَنْسَامل كِيَنْ دُ لَا إِكْسْبَرِيَنْس فهنَا أَنْ سَتَعْمَلْ أَنْ اِنَا يَا فِيهُونَ وَاشْ أَنْ لِيَا أَنْ وَبِيَنْ لِيَا أَنْتِ فَقُلْنَا دَاءِمَنِي لَا عَنْدي أَوَلْ جُمْلَة وَكِتْبَعَ ذَرْبُ خَنْجُوجَ أنظري، ثلاثًاً ظهرًاh syntاملًا فأنتستشتر م necesitه هم مليه، او-هن نعودة ال pockets نجزي على استو whose Cómoнож فأنا نحن نعودة فيه هياig نسو يجيب أن هيستكل كنا نعود لأ組 يطارق Medical يطارق هاد لَيْبَرْسَنْ غَيْعُوْضُ لِيَا إِلْ سي أنوم هنا لشتوب پرسون لَيْبَرْسَنْ فَا قُلُرِيَا لِيْنِ جَمَنْ فَا غَيْعُوْضُ لِيَا هَدْ إِلْ دَكُور؟ أَلَرْ لَيْبَرْسَنْ كِي كِي يَنْ كِي يَنْ إِلْ كَتبَعَ دَيْمَنْ لَيْبَرْبُ وَبِيَنْ لَاكْسُلِيَرْ أَوَعْ لَيْبَرْسَنْ مَلْهُمْ كِي يَنْ دَيْمَنْ لَيْنَسْ لِيَنْدُهُمْ أَوْ لَيْدَيْهِمْ التجربة لَيْبَرْسَنْ يَا تَجْرِبَةُ أَلَرْ لَيْبَرْسَنْ أَلَرْ لَيْنْ عُودُونَ أَوْمْ بَا وَنْ شُوفِ لَيْبَرْسَنْ كِي يَنْ سَالْجُمْلَةَ صَحِيحَةَ . خيبرا. On sait que les arbres ont une grande importance pour la vie. Alors هنا نستعمل ON وش ON ليا ON أو بيا ON ليا ONT فأولا عندي أول جملة فأقولنا دائما أول جملة نستعملو ON ليا ON تانيان عندي هنا le verbe le verbe savoir مكون جوغي في 3ème personne du singulier présent وطنا س يعني بحيلا قلنا il sait فأوتوماتيكنا غنستعمل ON ليا ON لأنه عودة ليا il داكور ON sait نعلمو أو il sait هو يعلمو وبيا علي يعلمو que les arbres أن الأشجار الأشجار هنا الأشجار عندي les arbres pluriel فك يعودوا ليا il il هي pronom personel pluriel alors les arbres qui veulent عودوا ليا il هو pronom personel فإل دائما تكون دابعها le verbe bien auxiliar فهنا غير تبعها ON فقونا دائما il كنستعمل معها ON alors les arbres ON une grande importance يعني عندهم أو يديهم يعني أهم يكبير بنسبة للحياة وصلنا لنهاية الحصة أتمنى يكون واضح لكم بالنسبة ON E ON كيف العادة اللي عنده أي سؤال خليه في commenter فأتمنى أيضا تشاركوها الترس مع أصدقائكم وأحببكم عبر مواقع التواصل اجتماعي لكي تعمل زائدة ونتلقوا في حصة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر